اليوم سوف نستخدم بعض الأسئلة على ناسينامايد ونستخدم الريتنول ونستخدم الريتنول جميع المعلومات سوف نجعلها لكم في هذا الفيديو السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة المونددي هنا أول مرة أن تشاهد الفيديو لا تنسى اشترك و اشترك لا تنسى اشترك دائما نحاول نجاوب الأسئلة التي تجعلها في الفيديوهات التي تجعلها في الفيديوهات أو نحاول نجاوب على شكل فيديوهات قصيرة مهم أن الأسئلة التي جاءتني بزاف على ناسينامايد و نستطيع أن ندخلها في الروتين مع لكت أسيد مهم الفيديو اليوم جد مهم إن شاء الله هذا لكت أسيد لديه المنافع و المساوئ يعني لا نستطيع أن نخلطه مع أي مانتوش مهم لكي لا نطول لكم سوف نبدأ بناسينامايد أول حاجة ناسينامايد كتتعرفون الفعالية و كتتعرفون الفوائد و رح نسبق نحضرنا عليه تقريبا هضرت عليه ثلاثة الفيديوهات عني في القناة يعني كل فيديو كنزيد و نفصل فيه ناسينامايد 10% زائد الزنق 1% ثمان ديالو رخيص ديال درقو ديالي كان صاحبه ثمان ديالو جد مناسب يعني بكتعداش عشرة أورو مركج جميل جدا و صديق البشرة الدهنية البشرة اللي كتكون فيها الحبيبات البشرة اللي كيكونو فيها لتخاص ديال الحبوب اللي سيكاتخيص ديال الحبوب اللي كيكونو حمر و لا قويين ديكاتكون عاد بدو ديكالحبوب الصغيرة البشرة اللي كيكون عند المسامات ديالو وسعه رائع جدا هو كيحاول يصغرها ماشي نقص حيط المسامات ما كنا نزولهم شي مسامات راوما عنا مسامات كل واحدة وعلي حسب الحجم ديالا نحن عنا المسامات نسلي عنا المسامات واسعة راها دك كيحاول كيصغر لحجم ديالا نعطيكم التركيزة ديالو و تركيزة ديالو و ما نطور في هذا الفيديو اللي بغا يشوف الفوائد ديالو يجعن الفيديو يد لدازو هل تقدر تجبرو ناسينا ميد او لا تقدر تجبرو بانه و بيتروه حيط عنده جأسمر بالنسبة للبشرة الجفة جدا يقدر يعمل لها جفف هننصح لدفح استعملاته تقدر تعمل مورا مرطب مهم في الروتين ديالك اليومي نقدر انا ندخل ناسينا ميد في الصباح او بالليل ممكن حتى اشكال يعني ما تخرج الصباح تنظف البشرة ديالك تستعمله و مورا تستنق 1-4 ساعة او 10 دقائق حتى يتأبسوربر في حالي كان نقول لكم دائما تتأبسوربر ذاك المحلول او ذاك المسل في البشرة ديالي اهات كان من واقي شمسي اذا كنا نخرجه و حتى فضر بالنهار كان نفضل واقي شمسي كثير من الناس قال لك ناسينا ميد واش نقدروا ندخله مع الفيتامين سي اوكي نعم ما عنده حتى مشكل فيتامين ساي ميد ريتانور ميد دائما القائدة او ك عمركم لا يعمل به مع البتامين ساي حلالا كيم زائد ناسي يقول لك نعام ولكن لا احسن مش إستفاده والتركيزات حتch تقدر هدوك الناسال اللي كي يقول لك أن نقدروا ندخله مع البتامين ساي يكون قدر يكون التركيز او التركيبه ديال القهر تكون قدر مهم اه و تستطيع تستعمل مساء و في الصباح تستعمل مساء و اكتبت بشكل مباشر و لا يمكن تستعمل ناسينامايد هذا الشخص في ناسينامايد و لا يوجد فرق هذا اسم و لا يوجد فرق يمكنك استعماله في المساء لا يحتاج المشكلة ولكن يمكنك استعماله 10 دقائق لتطبق إما واقع الشمسي وإما كريم الليلي إذا كنت تكون في المساء بالنسبة للاكت أسيد للاكت أسيد هذا المصر رائع جدا بالنسبة له مقشر خفيف مقشر كيميائي خفيف خفيف على المقشر الذي تستعمل الحمض للفوكه مقشر جدا يعني يزول الطبقة شوية الميتة على سطح الجلد لا يمكنك تحسس إلا إذا كانت بشرة جدا حساسة كيف يمكنك تحسس منه يعني فهي بالذات من الفوائد و المنفع سأجدكم أصلا عندي فيديو مفصل على لاكت أسيد أنا اليوم دور اليوم هنجاوب على وحس الأسئلة واش نقدرش من الروتين اللي نقدر ندخل لاكت أسيد والناسينامايد والريتينول بايش نحمي البشرة مهم أنا اليوم هنعطيكم واحد الحاجة و هتعجبكم بزاف و هتفقد شكروني عليها دائما احنا هاد المكونات سعرنا خاصة يعني هاد الاحسن هاد الاحسن يعني هاد الاحسن يعني نقصين ثامان في الصباح هنعطيكم كيف هنعملوا واش كيف هنخلطوا بين هاتين واش ندخلوا معنا هاد هاد الاحسن و ندخلوا ناسينامايد يعني كيف هننزجو بين هاتين في الصباح كما قلت لكم سنستعملوا ناسينامايد عادي هاد سقدر بذلك الطريقة اللي قلت لكم بالصباح نقدروا نستعملوها في جميع الصباح ولكن بعض الاخوان قالوا لي أنا أنا خسنين ندخل لاكت أسيد مع ناسينامايد و قالوا لي برينا ندخلوا لاكت أسيد مع الريتينول أول حاجة أول حاجة اللي كن أكد عليها أنا الريتينول اللي كنستعمله بالليل أنا كفضل كنستعمله بالليل ما كندخل مع حتى شي سيروم كنعمل فقط ما كنبغين ناسينامايد كنبغين ناسينامايد كنبغين دائما 10 دقائق حتى كتبصر بردك المصل و راح كنعمل الريتينول كان دون قاعدة مفهومة كنستعمل أي ريتينول على حسب الدرجة ديال بشرة إذا كنت كبداية ستعمل دائما التركيز يكون أقل دائما نعمل ناسينامايد والريتينول و نستعمل الريتينول 11 دقائق و نعمل الكريم الليلي كريمات كريمات دائما دخلنا ناسينامايد والريتينول في هذا الجهة اوكي و نجد إن شاء الله أنا كنبغين و نقول لكم عفوان الريتينول نحاول لا يستعمل كل نهار و كذلك لاكت أسيد لا يستعمل كل نهار حيث هذا لاكت أسيد اللي مخصناش نخلطه مع هذا المصد لكت أسيد حيث أنه هذا الحمض لكت أسيد يستعمل حيث لكي يستعمل أي حساسية البشرة لذلك يجب أن نستخدمه في نفس الوقت مع أي حمض مباشرة في البشرة مثلا الحمض ساليسيك لا يصلح نهائيا أو حمض الآزيليك أسيد أو حمض الجليكوليك أو حمض المادليك لا يمكننا أن نخلطها مع لكت أسيد وكذلك العلاجات التي تعملون تحب الشباب لا يمكننا أن ندخلها نهائيا مع لكت أسيد لكت أسيد نحاول نستعمل نهارة ثانية إن شاء الله سنستعمل لكت أسيد سنستعمل مثلا في المساء عادي نحاول نخلط كتبي فالوجه نلجب ونطبق لكت أسيد نطبق نقطع صغر لا يمكننا نستعمل كمية وبعد كتبي لكت أسيد نحاول نسيط لكت أسيد أشق من الأحسن لأول مرة يستعملوا مرة وحدة في الأسبوع وكي تستعملوا بالليل بالليل في حرة تلون مهم أنا التركيز أو التركيب را كنت خليتها لكم في الفيديو اللي داز مهم كانت منا تطبقوا هاد الطريقة اللي قلت لكم اعنا الناس ينامين ما عمنا نخلطوه مع شي مجموعة أخرى الناس ينامين نقدرون نعملو دائما عمنا في الوجه دي نعملو اي كخيم مورا ما كانت مشكلة نستعملو نهارو بالليل ولكن الريتنول والاكت آسيد ضروري نستعملو بالليل بش كانوا نردو البن البشرة دينا وأنا كان فضلا نستعملوهم ما يكونش الجو حار نستعملوهم يكون الجو بارد مثلا في الشتاء في الخريف أما في الحرارة يقدر يزيدنا تصبغات كما كتعرفوا أمهما مقاشرات خفيفة كيميائية خفيفة بكتبقوها كتزلكم جليدة صغيرة في البشرة دي لكم مهم كان فضلا تستعملوها فقط بالليل يعني في المساء تكونوا ما تخرجو شي وما يكونش الجو حار مهم كانت من أكون جوت بعد الإخوان اللي كانوا خلّوا لي الأسئلة أنا هاد الروتين هاد واعر رائع للبشرة المتصبغة البشرة اللي في هالنذبات دي الحبوب رائع جدا ومشاء الله كانت لنا تعليق ديالكم أو للأسئلة ديالكم أو ليدا جربتوا ردوا لي الخبر مهم خلّتكم على خير موسيقى موسيقى موسيقى